السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح تشوفوا معي وصفة كيكة الشوكولة بطبقة الفانيليا. بزاف سهلة هاد الكيكة. مقادرها جت بسيطة وتجي بزاف بزاف بنينة. خليكم تشوفوا الوصفة وانتمنى تعجبكم. نبدأ نشوفوا المقادر تطبقة الأولى هي كيكة الشوكولة. عندي كاس ونصف تاع فارينة. عندي كاس غربة تاع السكر. اني سكر حبيبات سكر كريستاليزي. زوج مغارف كبار تاع كاكا وبوني. عندي ثلاثة حبات تاع البيض. نسحق تاني كاس ناقص باع تحليب ونصف كاس تاع الزيت. عندي لافاني واحد نصف مغرفة كبيرة. وباكي ونصف تاع خميرة الحلوة. طريقة التحضر نجيب الإناء اللي رح ندرب فيها الخالط تاعي. ندير فيها البيض السكر اللافاني. ودايما على بلكم القريصات على الملح هذيك دايما نديروها في الكيكات ولا في الحلويات كامل. القريصات على الملح رح تتخلي الحلوة تاعكم تخرج كامل هذوك الأدواء اللي يكونوا فيها. يعني اللي صافر هذوك اللي يكونوا فيها. نبدأ ندرب هذ الخالطة هذة تاع البيض والسكر. نطلعه ملحة ونشوفها تضاعف الحجم تاعو واللون تاعو يعني بياض شوية ولا فاتح. هكذاك باش يدوبنا كامل هذك السكر. والكيكات تاعنا رح تجينا خفيفة. كي يطلع عنا ونشوفه يعني تضاعف الحجم تاعو ونزيد الكمية تاع الزيت اللي هي نصف كاس. نزيدها ونكمن نخلط شوية بالباتر مشي بزاف. واحد هكذاك خمستاش من ثانية ونحبس الباتر. نخلص الباتر هذة ماش نحتاجه نحي. وراح نجيب الفوي يعني هذك تعليد. اللي نخلط به. نضيف الحليب. الكمية الحليب اللي هي كاس ناق الصبع. نضيفها وننخلطها مع هذك الخالط. ونبعد يبقى نغير مقادر الجافة باش نضيفها. نجيب مكونات الجافة تاعي وبيانزور الصفايا. انا دايما نحب نستعمل الصفايا. نحب نصير هذك المكونات الجافة. سيرته الخميرة والكاكاو. اللي ديفوا يكونوا فيهم هذك الحبيبات اللي كينخلطوهم مع الكيكا يقعدو هذك. اسمها من الأفضل جوزهم في الصفايا. ننضيل الفارنة والكاكاو والخميرة. ونصيرهم كامل فوق الخالط هذك. ونصير الفور تاعكم. تشعلهم من قبل يسخون على 180 دراجة. تشعلوه 11 دقائق هذك من قبل. باش غير تكملوا وتحضروا الكيكا تاعكم هذية وتتفرغوها في المول. ندخلوه اي طيب. ما يدلكمش بززاف الوقت. يعني الفور تاعكم يكون ديجا سخون. هنه ندخل بياندوك المكونات الجافة مع الخالط. هذك اللي كنا درنا. الخالط تاعي دوك اراه وجده راح نجيب المول راح نطيفه. انا استعملت مول اتاع الزجاج هكذا يدهنتو بالزبدة. يعني القياس تاعه يكون تقريبا 1.25 على 15 سنتيمتر. وندخل المول تاعي للفور. راح نخلي الكيكا هذية تطيب على 180 دراجة. بين 30 حتى 35 دقيقة. ثم دائما تفقدوا الطياب بتاعها. دخلوه اموس وخرجوه اذا خرجناها شف مع انتها راهي طابت. خرجوها وخلوها احتوان تتفى. كي نشوفوها بدأت تتفى الكيكا تاعنا. راح نج نجيب مغير فاوة تكون تحطب. اه نحكم راس تح هذا الكلي من الفوق ونطقب به الكيكا تاعنا. راح ندر توقوب هكذا في الكيكا. هكذا باشو مبعد كنديرو هذيك الكريمة تاع الفانيلية راح تتخل في هذيك التوقب. وتجي الكيكا تاعنا لداخل فيها هذيك الكريمة تاع الفانيلية. هاكذا ونكمل نطقب كامل الكيكا تاعي كي ما شفتو. نرح نشوفو المقادر تاع الكريمة. الكريمة عندي لترا تاع الحليب. عندي اه زود صاشية تاع كريمة. كريمة الفانيلية تكون فاهمكم فيها. عندي كاس غربة تع السكر. راح نخلط هذه البودرة تاع الفانيلية هذيك. مع السكر مع الحليب. نخلطهم كامل كيف كيف. الكريمة تعال فانيلية هذيك او البودرة هذيك تتباع يعني اسمها مكتوب بودنج فاني ولا كريمة الفانيلية. منشي كيمة الفلون. الفلون هدو هي وحدة. السعر تحت قريبا كيمة الفلون. راح جي كي ما نقولو كريمة ما جيش معلو الكشتول الفلون كي تطيبو راح يجي خفيف. ما ننصحكمش تستعملو الفلون. يجي كي شغول جاري. الهادية جي كريمة كي شغول يون كرام باتي سير. توما شرو هذي الكريمة جي هيلة في هذي الكيكا. راحي متوفرة في كامل اللي تتلقاها في الحواند. نخلط هذه المكونات كامل ونحطها فوق النار. على نار متوسطة نقعد نخلط حتى ونتعقد لي هذي الكريمة. هاي اليك الكريمة تاعي بعد ما عقدت. راحكم تشوف فيها تقالت. هاقدار راح نطفي عليها النار دوكا. ونعود نوللي نجيب الكيكا تاعي لي كنت قبتها وخليتها برد ملح. باش نفرغ فقها هذ الكريمة تعال فانيليا. كي ما قلت لكم راح نفرغ الكريمة تعال فانيليا هذي فوق الكيكا. انا الملتع ايها دايما شي عالي بزاف سما ما كفتنيش باش نكمل كامل الكريمة. دوما اذا كان الملتعكم عالي كملوا يعني كامل الكريمة تعال فانيليا هذي. احجيكم خير جيكم طابقة خشينة تعال كريمة مع فوق هذي الكيكا. جي هايلة. نعمر احتوي نلحق نخلي شوية بركم المل. نعمرها ملح. ومن بعدها راح نحرك نحرك لهذا المل هدايا. باش هذ الكريمة هذي تدخل في كامل هذي توقب اللي كنا درناها. راح نخلي دوك الكريمة تعال تدفى. ومن بعد راح ندخلها لفريجي دا. ندخلها شوية حق دا سخونة. ندخلها لفريجي دا رحتوين تبرد الملح واحد ساعة حق دا. ومن بعد نعود نجبدها. راح نضي لها من فوق طبقة تعال شوكولات. تعال قلاصة شوكولات. هنا. آآ شو القلاصة اشتاعي سهل بزاف. شو ندر في شوكولاتة الطلي شوكولاتة عطار تيني. نزيد لها شوية تعال ما حتوين تولي لي شوية خفيفة ونقدر نتحكم فيها. ومن بعد نضيفها فوق فوق الطبقة ديك تعال فانيليا ونمشيها كامل بلا سباتو. حتوين نغطي كامل ديك طبقة تعال فانيليا. كما اشتوا معي الكيك هذي بزاف سهلة. طريقة سهلة وراح جي بنينة. هنا يا لي بنسبة الناس اللي تحب الكيكة تحوم هذيك تكون مشمخة. يقدروا يشربوها انا محبيتش نشربها خطش هذيك الكريمة تعال فانيليا تجي طرية. كي راح تاكلوا الكيكة هذيك مع القلاصة اج ما انسوش تعال شوكولات تاني كي يكون مشمخ. آآ راح تحسو باللي راهي مشمخة. ما اذا حبيتوا تشربوها تقدروا تاني تشربوها. ديروا ديروا كاس تعلمة مع مغرفات كبيرة مع اذا حبيتوا ديروا لها كاكا وباش يجي سيروا تعكم آآ فيه دوق شوكولة. خلوهم يغلوا غلية فوق النار وشربوا بهم الكيكة تعكم. هاي لك تحلية اللي كنا حضرناها بعد ما كملت غطيت الوجت تحها بدك قلاصة اجتاع الشوكولة وخليتها ببردت آآ من الافضل يعني خلوها تبرد مليح باش تقسموها. راح تجي بزاف بنينا كماشتوا طريقة سهلة وجي رائعة هاد الكيكة. ان شاء الله الوصفة هادية تكون عجبتكم. راح تشوفوا هادو كل التوقب اللي درناهم كيتعمروا بالكريمات على الفانيلة كلها درناها. ان شاء الله تعجبكم الوصفة اذا عجبتكم ما تنسوش تديروا الناجام. طابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم الوصفة التوعية. زدوا الدخلوا الانستغرام بروب فيسبوك. ولا فاش فيسبوك تعالي تلقاهم تحت في صندوق الوصف. حقنا نهاية الوصفة موقع اللي غير نقول لكم تهلا فيروحكم سنو الوصفات اللي رام جايين. وتبقوا على الاخر.